اشوفوا ما احلها المجسم مجسم سكري لكي كاتب النوتاتكم بدون استخدام اي ادوات احترافية الالوان نستعملها هاي هي رح ابلش بالرأس رح احاول اجيب كل الجوانب بالنص وبعدين رح اكورها بهاي الطريقة وبعدين رح احاول اني انا اعمل بايدي بهذا الشكل عشان اخليها شكلها يصير شوية مستطيل مع دائرة بعدين رح اعمل الان الجسام عن طريق نفس الحركة رح اعملها اول اشي دائرية بعدين رح اضم ايدي من تحت لحتى اعمل الرأبة زي ما انتو شايفين باستخدام العود الخشبي واستخدام اللاصق الغذائي رح الزق الراس مع الجسم قطعتين من نفس الحجم من عجينة السكر رح اعملهم بايدي بشكل طولي وبعدين باستخدام الاعواد الخشبية واللاصق الغذائي رح الزق الرجلين الان فردت عجينة سكر باللون الابيض بشكل كتير كتير رقيق زي ما انتو شايفين انا الان رح استخدم هذا الفورم او هاي القطاعة لتحت تعطيني هذا الشكل اللي ما عنده هادي القطاعة ما مشكلة ابدا لانه لما انا اعمل اضمها على بعضها بتصير عندي رفل يعني ما رح اكتير يبين هذا الشكل طبعا اذا لاحظتوا انا عملت الشكل من فوق ومن تحت لحتى اني بدي اقطاعها من النص بالطريقة هاي اللي انتو شايفينها والاشي بستخدم عود خشبي وبعدين باستخدام السكينة انا بافصلهم عن بعض انا حابة اني انا اعمل اكتر من طبقة للفستان لحتى تعطي الفستان شكل انه نافش وهذا بيعطيه شكل كتير كتير حلو واحترافي طبعا دزقتهم باللاصق الغذائي والان رح استخدم اللون اللي هو الاساس لهاي اللعبة او هذا المجسم اللي هو اللون البينك رح احاول اني انا اعمل الفستان من فوق عن طريق اني اقص اطعه بشكل مستطيل والزها من فوق عجينة سكر باللون البينك بافردها بشكل كتير كتير رقيق وبعدين بحاول اني باستخدام العود الخشبي اني اعمل الرافل زي ما علمتكم باتخلص من الزوائد اللي ما بدي اياها باستخدام اللاصق الغذائي بحط شوية فوق الرافل زي اللونهم ابيض وبلزق اللون البينك عليها الزنار او الحزام رح اعمل عجينة سكر باللون الابيض افردها وبعدين باقصها بالسكينة بشكل طولي بالنسبة للحذاء كتير كتير سهل عجينة سكر باللون الابيض بفردها بشكل طولي وبعدين بدببها من اشاقتين وبحاول بضغط عليها من النص باستخدام اللاصق الغذائي بلزقها على رجل العروسة حابة كمان اعمل زي خيط او حبل للحذاء باني بعمل عجينة سكر كتير كتير رقيقة وبلزقها فوق الحذاء مباشرة على رجل العروسة او حابة انه يكون تحت العروسة فيه ارضية عشانك جبت عجينة سكر باللون الاخضر الفسفوري يعني باستخدام القطاعة اخدت هذا الشكل وبعدين باستخدام اقمع الكريمة عملت فيها شوية مستان طبعا اللي ما عنده هاي القطاعة بيقدر يستخدم اي شكل عنده مربع او دائرة او حتى انه ما بحتاج انه يعمل هاي الارضية بالنسبة للشعرات استخدمت عجينة سكر باللون البني لزي ما انتو شايفينه وعملت وصلتين الوصلة الاولى بيضوية والتانية اصغر شوي برضو بيضوية واحدة استخدمت السكين اني عملت حزوز فيها كأنه شعارها والتانية تركتها فاضية وبالنسبة لشعراتها من ورا عملت ثلاث خصلات واحدة طويلة اللي انتو شايفينها عم بلزي فيها وتنتين صغر واحدة طايرة لفوق واحدة على الجانب لحتى تعطي شكل 3D باستخدام اداة الصوف عملت فتحتين للعيون وباستخدام عجينة سكر باللون الاسود عملت عيونها الادام بالضبط نفس طريقة الرجلين بس على اصغر شوي ولزعتهم بعدين عندي قطاعة شكل وردة طبعا اللي عنده قطاعة على اي شكل تاني وردة كبيرة صغيرة بيقدر يستعملها ولي ما عنده ابدا ما فيه اي مشكلة بيقدر يزين الحذاء والزنار او الحزام بس بالخرزات البيض هون استعملت لون ابيض غذائي جيل عملت شوية نقاط وحطت عي خدودها شوية من اللون الوردي هدا هو الشكل النهائي ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم شكرا لكل تعليقاتكم الحلوة وشكرا على المشاهدة